اشتركوا في القناة وموجودة أيضاً باللغة الإنجليزية باستفادة أكتر في مبادئ فهم اللغة واتجاهها اللي كلنا عارفينه وقبل ما نبدأ حابب أوضح ليه مهم نصمم بالعربي فيه أكتر من 660 مليون شخص بيكتبوا بالحروف العربية والرقم ده طبعاً بيحتوي لغات تانية غير العربي زي فكرة الحروف الإنجليزي اللي بيكتب بيها الفرنساوي والألماني والإيطالي الحروف العربية تستخدم لكتابة لغات أخرى زي الفارسية والأردية والباشتو ولغات تانية في الدول الأسيوية والأفريقية لكن سبب الرئيسي للتصميم بالعربي مش بس عدد المستخدمين إنما دعم المحتوى العربي بقوائل التصميم تناسب سمات ومقاومات اللغة العربية أغلب المنتجات الرقمية مصنوعة في بلاد غير ناطقة أصلاً باللغة العربية وده بيخلي تجربة المستخدم أحياناً غير مناسبة لمحتوى اللغة اللي بيتكتب من اليمين للشمال عكس الإنجليزي اللي بيتكتب من الشمال لليمين وعشان نفهم ده خلينا نشوف المثال التالي فكرة الكتابة والقراءة من اليمين إلى الشمال بتنتدي إلى خارج الحروف والكلمات إلى القوالب اللي بتحتوي اللغة وده بيأثر على إزاي عيوننا بتتحرك وتقرأ صفحات المحتوى وقراءة حتى الصور والرسومات مش بس الكلمات وده كمان بينطبق على واجهة المستخدم وكل الأجزاء اللي بتحتويها من اتجاه العناصر والقوالب والرموز والأيقونات المستخدمة وأزرار التحكم واتجاه القوائم والرسومات والجداول وباقي عناصر التصميم كلها بتخدم فكرة إن اللغة بتتكتب من اليمين للشمال وكل ده أخذناه في اعتبارنا في أبل عشان نوفر على المطورين وقتهم للتركيز على المحتوى وبعض العناصر اللي قد تكون خاصة بالتطبيق المستخدم والنهاردة هتكلم باستفادة معاكم عن أربع مواضيع يفضل ناخد بالنا منها واحنا بنصمم المنتجات الرقمية باللغة العربية بداية من فكرة تأثير اتجاه اللغة العربية على التصميم وبعدها هننتقل للخط العربي ومواصفات الخط الجيد للاستخدام في الواجهات الرقمية وبعدها هنتكلم عن الرموز والأيكونات العربية وحننهي بصياغ الأرقام العربية وتأثيرها على الواجهات خلينا نبدأ بواجهة المستخدم المثال ده من مطجر التطبيقات أو الأب ستور بالانجليزي وعشان نفهم إزاي التصميم ده ممكن يتحول للعربي خلينا نشوف رسم مبسط بيوضح العناصر الأساسية المستخدمة وزي ما شرحنا في البداية اتجاه اللغة بيأثر على اتجاه قراءة عناصر كل أجزاء التصميم بما في ذلك العنوان والأزرار وترتيب الرموز في الصفحة كمان اتجاه كتابة النصوص والفقرات وأخيرا ترتيب واتجاه أي قوالب أفقية وبالطريقة دي نكون رتبنا عناصر التصميم بشكل يناسب المحتوى المترجم للغة العربية المثال التاني هو من تطبيق الطقس وهنا حابين نركز على أن نقطة تغيير اتجاه وأماكن عناصر التصميم لا يعني أن احنا بنعكس كل أجزاء التصميم وبالذات الصور والفيديوهات والمحتوى المريف هنا على سبيل المثال صورة الخلفية المتحركة في تطبيق الطقس بتحكي فكرة طلوع الشمس من الشرق وغروبها من الغرب فلازم في التصميم نفصل تغيير اتجاه عناصر الوجهة عن الصور المستخدمة حتى لا نؤثر على التجربة النهائية للمستخدم باقي العناصر زي درجة الحرارة خلال اليوم بنعكس فيها ترتيب الأوقات في الواجهة العربية ومقياس درجة الحرارة اللي مش بس اتجاه البداية والنهاية فيه مختلف كمان تفاصيل زي تدرج الألوان من الأصفر للبرتقالي بنعكس اتجاه وطبعا زي فكرة صفحات الكتاب النقط اللي بتعبر عن ترتيب الصفحات لازم كمان تكون من اليمين للشمال تالت مثال هو التقويم بغض النظر عن الأرقام واللي هنتكلم عنها بالتفصيل في جزء تاني ترتيب الأرقام في العربي في التقويم زي ما احنا عارفين بيبدأ من اليمين لليسار ومن أعلى لأسفل ودايما نحاول نخلي محتوى وأفكار تطبيقاتنا تكون ملأمة لثقافتنا وحضارتنا العربية والإسلامية هنا على سبيل مثال في تطبيق التقويم التقويم الهجري مستخدم ومحدد بعلامات حمراء في كل شهر آخر مثال هنا هو من البطارية في الإعدادات اتجاه رسومات البيانية في العربي ممكن تبقى من اليمين للشمال أو العكس لكن احنا بنفضل أن لو المحور الأفقي احتوي ساعات أو أيام أو أي حاجة بتعبر عن الوقت أنه يكون من اليمين للشمال عشان يوافق اتجاه التقويم اللي اتكلمنا عنه في المثال السابق اتجاه رسومات البيانية عموماً بيختلف في كل بلد فيفضل نشوف إيه الشائع استخدامه في البلد اللي فيها التطبيق ونمشي على أساسه دي كانت فكرة مبسطة عن تأثير اتجاه اللغة على واجهة المستخدم تعالوا نتكلم عن الخط العربي الكتابة العربية زي ما احنا عارفين هي كتابة متصلة ودي ميزة مش موجودة في أغلب لغات العالم زي الإنجليزية وغيرها من اللغات وده جزء من ثراء الخط العربي اللي رسم كل حرف فيه بيختلف على حسب موقع كل حرف في الكلمة زي مثلاً حرف العين في تصميم الخط العربي له أربع أشكال على حسب موقع كل حرف في الكلمة سواء كان منعزل في بداية الجملة في وسطها أو في نهايتها ولو أضفنا كل أشكال الحروف العربية المستخدمة في دول غير ناطقة بالعربية كل ده بيخلي تصميم الخط الرقم العربي ياخد وقت أطول وبيأثر على حجم مكتبة الخط الواحد وعدد الحروف والأشكال فيها سمة تانية للخط العربي واللي قد تكون مش واضحة إلا بالمقارنة هي أن الكلمات والجمل في أغلب الوقت أصغر من الكلمات في الإنجليزي على سبيل مثال وده لأن اتصال الحروف بيخلي رسمها مضغوط أكتر ولو أخدنا في الاعتبار أن اللغة العربية مميزة في البلاغة وإيصال المعنى ممكن يكون بأقل كلمات ممكنة ده بيوصلنا لأن المحتوى العربي أحياناً بياخد حيز أصغر في الواجهة من الإنجليزي لكن ده مش بيمتدل طول الحروف خاصة مع إضافة النقط والهمزات والتشكيل كل ده بيخلي الخط العربي يبدو أطول من الإنجليزي الحيز اللي بياخده الخط العربي سواء أفقياً أو رأسياً ممكن يأثر على المسافات والقوالب الموضوعة ولو تم ترجمة أي تطبيق إنجليزي يفضل أن ياخد في الاعتبار زيادة المسافات الطولية بين السطور لأن صغر القوالب ممكن يسبب تقطيع أو تداخل بين أطراف الكلمات بعد ما فهمنا إن الكتابة العربية تتميز بأنها متصلة وإن الحيز اللي بتاخده قد يختلف عن اللغات الأخرى تعالوا نتكلم عن خط أبل العربي اللي تم تصميمه مؤخراً الخط تم تصميمه بأناية عشان يبقى مميز وكمان سهل الإراية والاستخدام تفاصيل خط SF Arabic مصممة عشان تتماشى مع خط أبل الإنجليزي عشان اللغاتين يظهروا مع بعض بشكل ملائم الخط معمول منه تسع أوزان بسماكات مختلفة ونقدر نشوف استخدام الأوزان في كل التطبيقات على أجهزتنا الرقمية زي مثلاً تطبيق الساعة اللي بنستخدم فيه الخط السميك في العنوان والسماكة العادية في المدن المختلفة وأرفع الخطوط اللي مستخدم في أرقام الساعات ونقدر نشوف تطبيقات تانية كتيرة تستخدم الأوزان بشكل مختلف زي تطبيق صحاتي اللي بيستخدم الخط السميك والمتوسط والعادي وتطبيق الطقس اللي برضو بيستخدم أوزان مختلف خط SF Arabic معمول باناية عشان يلائم أحجام الشاشات المختلف ده معناه أن الخط أشكال حروفه بتتغير تلقائياً مع تغيير حجم الخط لو بصينا على الفرق بين الخط المستخدم في العنوين والخط في النصوص الصغيرة حنلاقي إن خط العنوين هو خط منمق وأطرافه محددة أقرب للتربية وده عشان يكون مميز في العنوين ويتماشى مع الخط الإنجليزي لكن لما يكون نفس الخط أصغر بيتغير رسم حروفه عشان إرايته تبقى سهلة في النصوص والفقرات وده بيحصل عن طريق إضافة زوايا للأطراف ومسافات أكتر بين الحروف وتباين في صمكة الخط عموماً عشان يكون أقرب لرسم ألم الخط العربي اللي عنينا متعود عليه وزي ما قلنا كل ده بيحصل تلقائياً في أجهزتنا الرقمية وده مثال من أحد الصفحات في مجر التطبيقات وللخط الأكثر تربيعاً مستخدم في العنوين والخط اللي فيه زوايا أكتر مستخدم في النصوص وفي الاتنين تقدر تشوفوا إزاي الخط العربي والإنجليزي متماشيين مع بعض أتمنى أن ده يقدم فكرة عامة عن العوامل اللي لازم ناخدها في الاعتبار لما بنصمم الخطوط الرقمية والمعايير دي دايماً بتختلف على حسب استخدام الخط معايير الخطوط الرقمية المستخدمة في الواجهات مختلفة عن اللي بنستخدمها في الطباعة مثلاً أو الجرافيكس أو الحوائط أو أي قوالب تصميم أخر والسنة دي بنقدم خط جديد هو الخط ذا الأطراف الدائرية أو للتبسيط بنسميه الخط المدور الخط مصمم بأوزانه المختلفة عشان يكون عندنا تنوى أكتر في استخدام الخط العربي في أجهزة أبل ده مثال من تطبيق التذكيرات اللي مستخدم فيه الخط المدور وعموماً الخطوط اللي أطرافها مش حاد بتدين طباعة أكثر نعومة وحركية من الخط العادي الخط المدور والأوزان المختلفة وتنوع رسم الحروف بتنوع مقاس الخط كل ده تقدروا تشوفوا أمثلة لي في التطبيقات المختلفة في أجهزة أبل لو حابين تعرفوا أكتر عن الخطوط اللي تم الإعلان عنها السنة دي ممكن تشوفوا المحاضرة التانية ميدا إكسباندد سان فرانسيسكو فونت فاميلي واللي موجودة فقط باللغة الإنجليزية في الوقت الحالي ونتمنى نبدأ نشوف خطوط عربية كتيرة بتلبي احتياجات العصر من مصممين الخط العربي في كل مكان تعالوا دلوقتي نتكلم عن بعض الأعتبارات لاستخدام الكتابة العربية في المنتجات الرقمية أولاً فكرة تباعد الأحرف الخط العربي من الخطوط المرنة اللي سهل إنها تمتد أفقياً أو رأسياً لكن بعض الخطوط العربية للأسف مش مصممة إنها تتناسب مع فكرة زيادة المسافة بين الحروف نتيجة لإن أغلب الخطوط العربية الرقمية مبنية ببرامج هي في الأصل تم تطويرها لتناسب الحروف اللاتينية الغير متصلة وده ممكن يخلي بعض وصلات تظهر في مكان مش مظبوط أو تكسير الوصلات بين الحروف أو ظهور مسافات في أماكن غير ملأمة لو الخط العربي اللي بتستخدموه مش واخد فكرة المسافات في الاعتبار يفضل نتأكد إن المسافة بين الحروف دايماً بتساوي صفر والأفضل إن الخط والبرامج المستخدمة لتطوير الخطوط العربية تراعي فكرة المسافات اللي هي أصلاً جزء جمالي في الخط العربي وده إحنا بنحاول نطور فيه في الخطوط المستخدمة عندنا واللي حالياً بتضيف مسافات بيسموها في عالم الخطوط كشيدة والمسافة دي بتكون مارنة بحيث إنها تظهر طبيعية ومش مكررة داخل الكلمات الحاجة التانية المشابهة لفكرة المسافات بين الحروف بتظهر مع الشفافية واللي أحياناً بتظهر وصلات بين الحروف بتأثر على جمالية ظهور الخط وأحياناً القراءة على الأجهزة الصغيرة ودي برضو من الحاجات اللي حلناها بحيث إن الشفافية تظهر على كامل الكلمة أو الجملة من غير ظهور أي وصلات آخر حاجة ناخد بالنا منها خاصة لو بنترجم تطبيق إنجليزي في الأصل هي الأوبر كيس واللور كيس ودي ميزة في الخط الإنجليزي اللي بتكتب بطريقتين وبيتم استخدامها أحياناً للتمييز بين العبارات في نفس الوجهة ولما بيستخدم الأوبر كيس بيخلي الخط الإنجليزي يبدو أكبر من حروفه الأساسية في العربي يفضل لزود حجم الخط بحوالي 10% عشان نعوض فرق الحجم وخاصة لو كان حجم الخط صغير زي المثال ده من مطجر التطبيقات اتكلمنا عن نفذة مختصرة عن سمات الكتابة العربية وتبحرنا في خطوط أبل للمنتجات الرقمية وبعض الاعتبارات اللي ليها علاقة بظهور الخط العربي في واجهة الأجهزة الإلكترونية دلوقتي تعالوا نتكلم عن الرموز الرموز والآيكونات من الحاجات اللي سهل إهمالها في أغلب التطبيقات والألعاب نظراً لصغر حجمها لكن لإن الآيكونات بتستخدم غالباً كمدخل لخبرة أو رحلة جديدة داخل التطبيق فالاهتمام بيها بيحسن جودة وكفاءة أي تطبيق لو بصينا على الآيكونات المستخدمة في متجر التطبيقات وقارننا التصميم الإنجليزي والعربي حنلاقي إن أول آيكونا مستخدمة فيها تعبير عن اتجاه الكتاب وفي التصميم العربي تم تغيير اتجاه الخطوط عشان تلائم اتجاه اللغة وعلى العكس الميل في العدسة المكبرة مستوحى من الاستخدام باليد اليمنى لأغلب الناس وده ملوش علاقة باتجاه اللغة وهنا بعض الأمثلة الأخرى من تطبيقات تانية زي في الرمز ده اللي برضو فيه تعبير عن اتجاه الكتابة لكن مع الحفاظ على زاوية ميل القلم واللي برضو بتلائم الاستخدام باليد اليمنى أو تغيير اتجاه مكبر الصوت لملائمة المعايير الحركية في الوجهة مع الحفاظ على زاوية ميل الخط اللي ثابت في كل آيكونات النظام وأخيراً آيكونة التقويم واللي فيها تعبير عن اتجاه الأيام اللي شرحناه في أول جزء من اليمين للشمال مع الحفاظ على اتجاه عقارب الساعة الثابت بغض النظر عن اللغة المستخدمة الأمثلة الخامسة كلها مرتبطة برمزية اتجاه اللغة في تصميم الوجهات لكن فيه مستوى أعمق للآيكونات خاصة اللي بنستخدمها مع إدخال البيانات والنصوص ودي بعض الأمثلة واللي قررنا نغيرها في أجهزة أبل عشان تلائم الاستخدام العربي سواء استخدام حروف الضاد والعين بدلاً من الحروف اللاتينية أو رسم الإنضاء بطريقة تلائم اتجاه وشكل الحروف العربية والنهاردة في أكثر من 300 رمز مخصص للغة العربية سواء بتعديل بسيط للاتجاه أو رسم رموز جديدة تحتوي حروف عربية كلها موجودة على تطبيق SF Simples واللي تقدروا تشوفوا فيه البدائل العربية وغيرها من اللغات الأخرى ودي أول مرة في العالم على حد علمي يتم رسم رموز في واجهات إلكترونية بحروف غير لاتينية في الرموز والعيكونات شفنا قد إيه الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة ممكن يحسن جودة استخدام التطبيق وده لأنها بتتماشى مع لغة وفكر المستخدم تعالوا دلوقتي نتكلم عن الأرقام العربية الأرقام المنتشرة في العالم اليوم واللي أغلبنا بيعتقد أنها إنجليزية هي في الحقيقة عربية الأصل تم اختراحها في العالم الإسلامي واستبدلة الأرقام اللاتينية من زمان وأغلب الحسابات إلى اليوم في العالم الغربي زي مثلا عمليات الجمع والطرح بتتم من اليمين للشمال زي اتجاه اللغة العربية زي المثال ده اللي فيه جمع الأحد بعدها العشرات وبعدها المئات والنهارده الأرقام العربية بصغتها الشرقية والغربية مستخدمة في بلاد مختلفة في عالمنا العرب سواء كان في بلاد المغرب العربي اللي بيستخدموا الأرقام العربية بالصيغة المنتشرة حاليا في العالم أو بعض بلاد الشام ودول الخليج اللي بتستخدم صيغة الأرقام المشرقية بلاد زي مصر والسعودية بيستخدموا أي من النوعين على حسب المنطقة وإيه اللي بيفضلوا كل شخص وفي الأهدادات اختيار الأرقام بيتم بشكل تلقائي على حسب الدولة وفيه اختيار لتغيير الأرقام متاح لمستخدمي اللغة العربية وبيظهر تأثير الاختيار ده في كل التطبيقات اللي بتستخدم الأرقام زي تطبيق الآلة الحسبة وتطبيق التقويم أو بعض واجهات الساعة واللي تم تصميم الأرقام فيها بالصغطين وفي واجهات تانية كتيرة تقدروا تشوفوها في معرض واجهات الساعة لو التطبيق اللي بتطوروه فيه استخدام أرقام يفضل نصمم لاستخدام النوعين أو نتأكد من النوع المناسب للدولة أو المنطقة اللي مستخدم فيها التطبيق ولو حابين تعرفوا تفاصيل أكثر عن التصميم للواجهات اللي بتحتوي لغات من اليمين للشمال زي العربي تقدروا تشوفوا دليل التصميم للواجهات واللي حالياً موجود فقط باللغة الإنجليزية النهاردة تكلمنا عن التصميم الرقمي باللغة العربية وتأثيره على اتجاهات المحتوى والواجهات وفي الخط اتكلمنا عن بعض سمات الكتابة العربية والخط العربي في أبل وبعض الاعتبارات للخطوط في المنتجات الرقمية اتكلمنا برضو عن إزاي الرموز والآيكونات ممكن تحسن جودة المنتج أو التطبيق وعن الأرقام العربية بأنواحها واستخدامها وأخيراً عن دليل التصميم المحاضرة دي هي أول محاضرة بلغة غير إنجليزية في مؤتمر أبل للمطورين وده نابع من اهتمامنا بإثراء التصميم باللغة العربية وأتمنى أنها تكون بذرة لتحسين وتطوير التطبيقات في عالمنا العربي وأرجو أن قريب أبدأ أستخدم كل المنتجات والتطبيقات اللي انتو شغلين عليها شكراً لي شكراً للمشاهدة